اشتركوا في القناة ورح تبدي ترتبط فيما بينها نقدر نسمي عملية الارتباط خلت تكون مثلا كعلاقات مثلا وهكذا ثم على ذلك رح يبدي ينتج لك المشروع على سبيل المثال انه اي برنامج كمبيوتر شوف انه يتكون عندك من عدة ازاء مثل شريط العلوان وشريط العلوان بحذ ذاته يبدي يتكون عندك مجموعة من الازاء الاخرى مثلا عندك مساحة العمل تحتوي لك بعض الامور عندك شريط ادوات جانبي هكذا عندك شريط الحالة الموجود عندك في الاسفل دائما ما تشوفه في البرامجيات ايضا هو باحتبارها قسم لوحدة اذا كل هذه الاقسام رح تبدي ترتبط فيما بينها وراح ننتج لك البرنامج المعني وطبعا هو هذا الشيء في الاساس اللي تشتغل عليه ما يسمى عندنا في البرمجة كانية التوجه لاختصار الاداء من ما نشوفه object oriented programming ونسمى برمجة كانية توجهه البرمجة الشيئية واللي طبعا تحتمد على تقسيم المشروع الى مجموعة من الاصناف او نقدر نسميها class مجموعة من الاصناف وهذا الشيء هو متشابه في معظم لغات البرمجة فانه احنا نعمل المشروع الخاص فينا باستخدام صنف واحد هذا الشيء خاطئ المفروض انه احنا نقسمه الى مجموعة من الاصناف وبالتالي راح يبدي يسهللنا عملية تعديل الكود فيما بعد اضافة لذلك اصلا انه في بعض المشاكل البرمجية ما تقدر انه انت تضع الكود كله داخل صنف واحد لازم انه تقسمها الى مجموعة من الاصناف ببعض المصطلحات المهمة الخاصة في البرمجة كائنية التوجه class هو الصنف اللي هو الصنف العام الـ object هو الكائن اللي ينحدر لنا من الصنف عندنا الـ attributes اللي هي الخصاص نقدر نسميها properties وعندنا الـ methods اللي هي الوظائف فدائما ما نشوف في لغة UML اللي هي لغة النمدج الشامل دائما ما يكتب عندك الاصناف يتم تمثيله بهذا الشكل انه عندك اسم الصنف ثم مع ذلك الخصائص الخاصة فيه ثم مع ذلك الوظائف وعلى سبيل المثال ناخذ مثلا عندنا class car هذه كسيارة يعني صنف عام سيارات فهذه السيارة يمكن تحتوي لك على مجموعة من الخصاص ومجموعة من الوظائف على سبيل المثال انه من الخصاص الخاصة في السيارة سرعة السيارة لون السيارة وزن السيارة وتعجيل وهكذا مثلا من الوظائف الخاصة في هذه السيارة مثلا انه تعمل set speed يعني تعمل set بالنسبة للسبيد الخاصة في السيارة او تعمل get بالنسبة للسبيد او تعمل drive او break او اي method خاصة في السيارة يعني الوظائف اللي تقوم فيها السيارة فالان احنا نتيجة للوظائف اللي خاصة في السيارة ونتيجة لل properties او ال attribute اللي خاصة في السيارة نحن نعرف ال object نعرف هذه السيارة ايش هو نوع هذه السيارة سيارات عندنا انواع فبالتالي نتيجة الخصائص ونتيجة للوظائف اللي راح تقوم فيها راح ينتجي لنا object السيارة قد تكون حمراء وصفراء وهكذا فال object هو في الاساس ايش يكون عندك يكون عندنا جزء من الصف او يكون عندنا الناتج اللي راح لما نعطي الخصائص ونعطي الوظائف راح ينتجي لنا كائن اوكي فالصنف عام والكائن هو يكون جزء من الصنف لذلك دائما ما نسمي انه كل شي موجود عندنا دائما ما نطلق عليه objects كائن فبالتالي مثل البوتون نحتبره object تيكس بوكس نحتبره object وهكذا الى خصائص راح نبدو نعطيها لكن بشكل عام احنا نتكلم عن الزر اللي احنا بانينه هو عبارة عن الصنف يعن الصنف بانينه لكن ما نعطينا الخصائص الخاصة فينا لما نعطينا الوظائف اللي يقوم فيها فاصبح عندنا كائن من بثق من الصنف فمثل ما قلنا انه خصائص السيارة Properties نقدر نسميها Attribute كMake,Model,Color,Price مثل Methods اللي تقوم بها Star Drive Park وعلى سبيل المثال انه عندك الصنف العام للانسان اللي هو الهيومن لما نبدي نعطيه email Address مثل نعمل Send Email لكه Methods هذه Properties راح يعطينا الـ Object او اسم الكائن 050 نعمل كائن وحاء